بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في المحاضرة العشرة البروجيك كومنيكيشن مانجمنت ادارة اتصالات المشروع الناولج اريا دي من الناولج اريا الخفيفة اللي هي تعتبر مفهاش كلام كتير وبسيطة وكلنا معتدين عليها نظرا لان الكمنيكيشن حاجة بنقابلها باستمرار في حياتنا اليومية الكمنيكيشن هي روح البروجيك مانجمنت هي عبارة عن التواصل ما بين الناس وبعضها ما بين افراد الفريق وبعضه انا لما بعمل بلانز عشان انفز البلانز دي لازم فيه تواصل ان انا بقول للناس هي دي البلان بتاعتي يبدأوا ان هما يعدلوا عليها او يقتنعوا بيها فيه واحد هيدي ابروفل عليها طيب بعد كده هبدأ انفز الكلام ده وانقله للناس وهكذا فالمشروع وقدرته مش بس دوكيمينز اعمالين نعملها وفورمز لا لازم هنوصل الكلام ده للناس ونتفاعل مع التيم نتفاعل مع الستيك هولدرز بحيث ان احنا ننجز المشروع فهي تعتبر روح المشروع هي عبارة عن التواصل سواء بقى كان فيربل كلام او ريتن حاجة مكتوبة او ان هو يكون بالفيربل بس او ان هو حتى يكون بالبادي لانجوش بان انا اوصل المعلومة للناس بعناية بحركات ايدية وهكذا فبالتالي التواصل ده يعني اه هو روح المشروع اشكال التواصل حاجات كتير مش بس موضوع زي ما احنا فاكرين الليتر مثلا او كده لا حتى مثلا اللي موجود فيها داتا تيكنيكل وبوصلها لحد ان هو يعتمدها وبعكية باقي تأبروفل وبتروح للناس اللي هينفزوها دي تعتبر تواصل بس تيكنيكل نفس الشيء الميتنج اللي بنعمله ده عبارة عن تواصل الايميلات اللي بتتبعت الميموز لما بنزل في الموقع واكلم العمال ده تواصل لما اربط على كتف حد مثلا واقول له ده تواصل لما شجع الناس وهكذا ده كل ده كومينيكيشن طيب عندنا في الشابتر ده في تلاتة بروسيسز بلان كومينيكيشن منيشمنت عشان اطلع بلان والمانيش والكنترول قبل ما نبدأ في البروسيسز بتاعتنا هناخد شوية كده بسيطة الفرق بين في الانترنال كومينيكيشن واكسترنال كومينيكيشن في الانترنال يقصد بيها انه جي جوه المشروع ان الكمينيكيشن دي جوه المشروع لان انا بتكلم على البروشيك كومينيكيشن منيجمنت اما الانترنال مقصود بيها ان انا بتواصل مع اي جهة تانية برا المشروع سواء كان المكتب الرئيسي بتاعي او الشركة اللي انا تابع ليها والسبونسور ستيك هولدر مؤسسة تانية الشركة تابعة للحكومة عشان فيها ريجوليشن محتاج ان انا يعني اخلص ورق فيها وهكذا كل ده يعتبر اكسترنال الفرق بين الانفورمل والفورمل الفورمل مقصود بيها ان هي معتمدة على المنر والفورم الشكل والاداء بتاع الموضوع نفسه يعني لما واحد يقف يتكلم قدام مجموعة من الناس المهتمين بالمشروع مثلا لسبونسور وكده وبيبقى لابس رسمي وبيتكلم كلام رسمي والكلام كله محسوب عليه ده يعتبر فورمل سبيتش اما الانفورمل يعتبر لو انا بتكلم مع واحد صاحبي مثلا على مستقبل المشروع ورأي ايه ورأيه ايه وقعدين بندردش في المكتب ده يعتبر انفورمل الوريزونتل الوريزونتل يقصد بيها سواء لفوق او لتحت في الهيراركي بتاع الارجنزيشن في الهيكل الوظيفي نفسه انا بخاطب المديرين اللي فوقية او الاسطاف اللي تحتية ده يعتبر فيرتكال الوريزونتل على نفس مستوية لو انا مدير مشروع بخاطب مدرأ مشاريع تانيين بسميهم البييرز بالنسبالي اللي هم على نفس الليفل او لو انا واحد من التيم ممبر ده كده هوريزونتل لكن لو بكلم انا واحد من التيم ممبر وبكلم البروجيك مانجر ده كده الوفيشيال والانوفيشيال اللي هي رسمي وغير رسمي بس مرتبطة مش بقى بالشكل زي الفورمل والانفورمل لا مرتبطة بالشانل اللي انا بطلع منها الحاجة يعني لما اقول ان ده المكتب الرسمي يبقى الوفيشيال اوفيس مثلا او المتحدث الرسمي ده اوفيشيال سبيكر فبالتالي لما انا برسل مثلا لجهة معينة خطاب وماضي عليه وخاتم عليه ده كده اوفيشيال لتر ده طالع يعني مستند قوي طالع من الجهة ومعتمد وموثق بكل التوثيقات المطلوبة لكن لما بقول لواحد كلمة بس في التليفون ده يعتبر كده اوفيشيال او لو الشخص مثلا اللي مسئول عن اتخاذ القرار واللي له الصلاحية انه ياخد قرار لما يقول احنا هنعمل كزا يبقى خلاص هو ده كده اوفيشيال لكن لما واحد تاني يقول احنا المفروض نعمل كزا احنا هنعمل او مثلا المساعد بتاعه بيقول او السكرتير بتاعه بيقول وهو يعني مش هو نفسه للشخص او مدير المشروع اللي بيقول لا ده سكرتيره اللي بيتكلم فده كده اوفيشيال يعني هو بيجيب بس المعلومة ايه يعني اوتوف ريكورد كده لكن لما هو الشخص بنفسه المنوت بالشيء يقول احنا هنعمل خلاص يبقى الكلام ده كده اوفيشيال الريتن والفيربل والنون فيربل الريتن المكتوب الفيربل اللي هو زي الاورال او الكلام اللي هو الكلام اللي هو كونفرزيشن يعني البيانيج اللي هي النون فيربل سواء بقى بحركات العين بالاماقات بتاعت الوجه بالتعبيرات الابتسامة او الغضب او الدهشة كل هذا يعتبر بادي لانجوش او نون فيربل الفارق بين efficient و effective communication efficient مقصود بيها ان انا بعمل communication او بوصل المعلومة بالشكل المزبوط انا مثلا واقف بعمل presentation لمشروع معين وبوصل المعلومة بالشكل المزبوط بس هل هي effective ولا لا ممكن اكون انا بقدي الدور بتاعي بشكل كويس جدا وبوصلها بشكل كويس بس مش effective مش فعالة الناس ما استوعبوهاش قوي ليه لانهما كانوا مثلا بعد الغدى ونايمين ومش مسحصحين وهكذا او مش منتبهين او في دوشة حوالي فبالتالي ما بقيتش effective فeffective مقصود بيها ان هي فعلا تبقى فعالة يبقى الناس فهموا المعلومة واستفادوا بيها مش بس مجرد اننا communication بتاعي كان efficient لا كمان كان مؤثر يعني فعال فبالتالي effective ممكن نقوله هو زي ما مكتوب providing information in the right format at the right time طيب communication types عندنا اربع انواع من communication types formal written و formal verbal informal written و informal verbal formal written يعني رسمي و مكتوب بيبقى في complex problems وبيبقى في project management plan charter documents الرسمية الوسائق المستندية عقد مثلا agreement change order ومعتمد دي كلها بتبقى formal written formal verbal كتير من الناس بيبقى متخيل ان طالما هو verbal مش هيبقى formal طالما الموضوع verbal لا ممكن يبقى verbal وفي نفس الوقت formal زي presentation speech الحديث بتاعك انت ك project manager قدام ال sponsor ده يعتبر formal وفي نفس الوقت هو verbal اي نعم انت ما كتبتهوش وممضتش عليه لكن في نفس الوقت الصيغة بتاعته او الصبغة بتاعته او شكلك وانت بتقدي ده شكل formal انت مش قاعد بتهارد الزر والدردش وتقول اي كلام لا انت بتقول كلام يعني بشكل فعلا مزبوط وكل كلمة انت مؤاخذ عليها فلازم شكلك ساعتها وادائك وطريقتك يبقى formal طيب ال informal written ايميل مجاشص لمشاكل مش عارفية كلام من ده حتى قدام القضاء اللي عرفوا ان هو لما بيبقى مثلا في قاضي وبيحكم وفي ايميلز موجودة لابد زي الفاكس بتعمل زي الفاكس لابد ان هو فعلا يبقى تأكد ان الشخص التاني وصله واحيانا ان هو بيسأله سؤال هل فعلا ان انت استلمت ده لو انكر وما استلموش خلاص لما ما بيعتدش به لو قال او فعلا انا استلمت ممكن انه بيعتد به فيعني الايميل له قصة ايه مختلفة شوية فبالتالي informal written زي كده ان هو يبقى notes مثلا انا كتبها دي تعتبر مكتوبة وكتبها انا على حاجة بس ما تعتبرش بشكل formal informal verbal زي النقاشات اللي انا بتنقشها خلال اليوم العادي كلام درداشة هزار ده يعتبر ايه informal verbal rules اللي هنا دي تعتبر يعني برا المنهج شوية بس خلينا نتكلم فيها كده meetings rules قواعد يعني بتقترح لموضوع ادارة الاجتماعات set time limit لابد ان الاجتماع يبقى معروف وقته بيبدأ امتى ومدته هياخد وقته قديه والوقت المخطط انه ينتهي فيه امتى schedule in advance لابد ان يبقى فيه اجندة بتكلم من خلالها وعارف النقاط عبارة عن ايه والنقاط كل نقطة الزمن المتوقع لها قديه meet regularly with team لابد ان باستمرار يبقى فيه اجتماع اسبوعي مثلا خاص بيه team بنقش فيه الاحداث بنقش فيه الادوار كل واحد ماشي بشكل منتظم في عمله المعوقات اللي عندنا وبنحاول نحلها وكذا have purpose for each meeting ما يبقاش الميتنج على الفاضي لا لابد ان يبقى فيه فعلا purpose لا بيبقى فيه غرض لا create agenda with team input ضروري ان الاجندة يكون مشارك فيها ال team ما بقاش انا بس بتكلم من اتجاه واحد وبقولهم عايزين 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 نعمل عايزين انتو عندكم مشاكل كذا انتو غلطتو في كذا لا لازم اسمع منهم برضو لازم بقى فيه input من يبقى هم يحكوا لي ايه المشاكل اللي عندهم من سواء بقى من التكنيكل او من ناحيتي انا ان انا مؤثر معهم كبروجيكت مانيجر في حاجة وهكذا لازم يبقى فيه input من ال team distribute agenda لابد ان قبل الاجتماع الناس تبقى عارفة هي تناقش فيه ما يجوشوا فجأوا في الاجتماع احنا نتناقش في كذا طب مش ما حضرينه لا يبقى كده الاجتماع ما بقاش فعال stick to the agenda عشان يعني فعلا نخلص كل نقطة موجودة في الاجندة لابد ان احنا ما نتطرقش ليه المشاكل الفرعية اللي هي ممكن تاخدنا بعيد عن النقطة الرئيسية وانلاقي نفسنا ان الاجتماع خلاص واحنا نسينا نقفل النقطة الرئيسية bring right people together لابد ان انا بكون في الاجتماع ده بجمع الناس اللي فعلا انا عايزها للاجتماع واللي هتقدم الاجتماع ويكون فيه تكامل ما بينهم اجتماع مثلا خاص بالنقاش بتاع نقطة معينة فيه mechanical engineering بتاع system معين في ال construction فلابد ان انا اجمع ناس qualified في mechanical ومنساش حد منهم ما يبقاش باخد رأي واحد والرأي التاني لا وهكذا lead the meeting with the set of rules ضروري ان يبقى فيه rules في الميتنج موضوع الخروج والدخول يبقى مش عشوائي موضوع الموبايل والرنات اللي بنسمعها في الاجتماعات موضوع المقاطعات لما واحد بيبقى بيتكلم ازاي يعمل مدخلة لما وحد بيتكلم وعايز يقطعه ما يقطعش على طول وهكذا let people know their responsibilities in advance في الاجتماع ممكن يبقى ليه strategy معينة ان فيه واحد هيتكلم على حتة معينة واحد تاني هيتكلم على جزء تاني وفيه واحد هيتسجل وياخد ال minutes of meeting فلازم ان انا ابقى مجهز معاهم من البداية المسئوليات بتاعتهم ماجيش مثلا في نص الاجتماع كده وقل له معلش يا فلان انت سجل طيب ديت احسن ايه يعني محدش سجلها فما ينفعش الكلام ده يعني النقطة اللي بعد كده document and publish meeting minutes minutes of meeting او meeting minutes المفروض ان انا اسجلها وعمل لها publish ان احنا في الاجتماع ده اتفقنا على ايه وقلنا ايه وابعت الكلام ده للناس على ال emails ويتسجل بشكل برضو رسمي ويتبعت باختبات او يتحفظ في project archiving assign deliverables and time limits for all work assignments that result from meeting بعض البنود بتاعت الاجتماع بتبقى للfollow up مش كل الاجتماعات لحل المشاكل بالعكس نمازم الاجتماعات تبقى للfollow up عشان اتابع يعني حصل ايه فلابد ان انا وانا بقول التاسك دي كان المفروض مين يعملها وقفها عند مين عند مسئولية مين المفروض ان هو ياخد action دلوقتي طيب هياخد الاكشن ده امتى لازم بقى فيه time limit للموضوع ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة